هل سيكون كورونا سبباً في الإفراج عن السجناء اليمنيين؟ سؤال لا يمكن الجزم بجواب إيجابي له في ظل تعنط الأطراف المتهمة باختطاف واحتجاز العديد من المواطنين في سجون لا تتوفر فيها أي مقومات للإحتجاز الآمن إلا أن مدونين ونشطاء منظمات محلية ودولية يحدوها بعض الأمل في بقية ضمير إنساني لدى الأطراف المحلية والفاعلين الدوليين قد يضع استثناء يفرج فيه عن جميع المحتجزين في السجون اليمنية بسبب وباء كورونا العالمي المدونون والنشطاء والمنظمات الدولية أطلقوا حملة واسعة حذروا فيها من خطورة بقاء المحتجزين في السجون اليمنية في ظل منشآت عقابية ومراكز احتجاز لا تتوفر فيها مقومات تحفظ فيها الكرامة الإنسانية وتحترم فيها حقوق الإنسان وقالت المنظمات الحقوقية في بيان عاجل لها إن معاناة السجناء ستزداد مع الانتشار الواسع والمتسارع لوباء كورونا خصوصا مع وجود آلاف المحتجزين الذين يعانون من أمراض مزمنة البيان حذر من بقاء السجناء في مراكز احتجاز مزدحمة ومقتضة وفي ظروف غير صحية وغير ملائمة فضلا عن كون أغلبها غير قانونية في إشارة إلى مراكز الاعتقال التي تقع خارج نطاق الحكومة الشرعية سياسيون ومحتجزون على ذمة أحداث عسكرية ومعتقلون على ذمة تحقيقات بعضها كيدية في سجون معلومة وأخرى سرية بعضها تابعة للحكومة وأخرى تحت سيطرة ميليشيات في الشمال والجنوب وتطالب عريضة المنظمات الدولية بالإفراج الفوري عن المحتجزين فهذا الوباء أضحى جايحة عالمية لم تعد تفرق بين أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر